يا طالبا للعلم اسأل عالمة فرياضاتك الماء للبستاني لا بل جزور للعلوم وإنها حجر الأساس لرفعة الأرطاني فالجبر والتحليل علم نافع وكذلك الإحصاء ورسم بياني أضحى مقاسا للتقدم إنه سمة العلا في هذه الأزمان أهلا وسهلا بأبنائي وبناتي طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي وحلقتهم جديدة عن درس الضرب وقسمة الأعداد الصحيحة معكم الأستاذ عابير حسني معلمة الرديات ومدربة النظام الجديد ومدربة الإدارة الحديثة وسفيرة التغيير بإدارة محافظة باريسويف نبدأ بحثتنا النهاردة كان ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتعلم خواص عملية ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة وهنتعلم كمان نحل مسائل متنوعة على ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة عندي النهاردة ضرب الأعداد الصحيحة لها قواعد لها إيه قواعد عملية الضرب هي عملية جمع متكرر طيب تعالوا بقى نشوف إزاي عملية جمع متكرر خمسة في اتنين أجيب لك خط الأعداد أهو خمسة في اتنين معناها إن الخمسة اتكررت مرتين اتكررت إيه مرتين يعني هتحرق من أول الصف لحد الخمسة تمام وهتحرق كمان يعني هتحرق خمس مسافات واقف عند الخمسة وحركها تاني من الخمسة حركها خمس مرات كمان فلما تحرك خمس مرات يبقى هنوصل للعشرة يبقى المرة الأولى اتحركت من الصف لحد الخمسة وبعدين هذه خمس مناطق ما هيه واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة أنا كده عملت خمس مناطق أو خمس مسافات طيب المرة التانية هنط برضو خمس نطات وامشي خمسة مسافات يبقى واحد اتنين اهي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة خمسة وخمسة عشرة ففعلا وقفنا عند العشرة وإحنا حافظين في جدول الضرب خمسة في اتنين بكم بعشرة يعني خمسة زائد خمسة بتساوي عشرة يبقى خمسة زائد خمسة بتساوي ايه عشرة عملية الضرب هي عملية جمع ايه متكرب تمام كده طيب تعالوا نشوف عملية الضرب وممكنة دايما في صاد ايوة ممكنة دايما في صاد يعني معناها ان عندي اي رقم اضربه في التاني يبقى موجود فعلا في الاعداد الصحيح قاعدة اشارات الضرب سهلة خالص قاعدة اشارات الضرب بقول موجب في موجب لو كانت الاشارات متشابهة يعني موجب وموجب كان الناتج موجبات او سالب وسالب موجب في موجب يدينا موجب وعندنا سالب في سالب يدينا موجب وعندي لما قاعدة الاشارات تحت تختلف اول ما تختلف يعطيك الناتج سالب طيب يبقى موجب في سالب يدينا سالب طب خليت السلب من بره سلب في موجب يدينا سلب. طيب يا ميس ممكن ان احنا نعرفها. اه ممكن نعرفها بطريقة ايه بطريقة الوجه هابي فيس. هابي ايه هابي فيس. عندي هابي فيس انا بعلمه لولادي. واقول له اعمل هابي فيس وجه الظاحر. احط هنا الموجب اهو العين الموجب اهي. واحط الفم بتاعي اهو اللي هي عملية الطرح. وتعالوا نتعلم قاعدة الاشارات على الهابي فيس اللي انا رسمتوله. هقول الاشاراتين متشابهة ايه. موجب في موجب يدينا ايه. موجب في موجب يدينا موجب. موجب في موجب يدينا ايه. بيتحك. يبقى يدينا موجب. اهو موجب في موجب يدينا موجب. تمام. وموجب في اهو وسالب في سالب اللي هو تحت الفم اهو. عند الفم اهو. سالب في سالب ايضا يدينا ايه موجب. طيب هاخد الموجب في السالب. اضرب الموجب في السالب يدينا ايه. يدينا سالب. هاضرب السالب في الموجب. يدينا ايه. يدينا سالب. هاضرب السالب في الموجب. ي سالب ايضا. يبقى قاعدة الاشارات بتاعتي عبارة عن قاعدة ايه? لما تكون الاشارات متشابهة موجب في موجب يدينا موجب في الصلاة الاولى عند العين. هتفضل زي ما هي يعني مفتوحة وانت بتتحك. موجب في موجب يدينا موجب. طيب. سالب في سالب يدينا موجب. يدينا ايه? موجب. طيب. عندي بقى الاختلاف لما يكونوا الاشارتين مختلفتين يبقى موجب في سالب يدينا سالب. وسالب في موجب يدينا ها سالب. تمام كده? تمام. انا كده قاعدة الاشارات بتاعة الضرب سهلة جدا. لما يكونوا الاشارتين متشابهتين يدينا موجب على طول اهي انا لخصتها في الحتة دي. طيب اشارات مختلفة على طول يدينا سالب في الحتة دي. عطت لك مرخص لقاعدة الاشارات. تمام? احسنتم يا ولادي. تعالوا ندخل نشوف بيقولك انتبه عند ضرب الاعداد الصحيحة. لما اجد ضرب ضرب الاعداد صحيحة. فيه معلومة تانية بتخليني اخد بالي وانا بحلم. اذا كانت عطل الاشارات السالبة فرديا. اعد في المسألة هم كم اشارة سالبة? ان لقيتوا واحد او تلاتة او خمسة او سبعة فردي. يعني الاركام الفردية واحد تلاتة خمسة سبعة تسعة. فيكون الناتج سالب. واذا كانت الاشارة السالبة زوجية. يعني ايه? يعني اثنين اربعة ستة تمانية. كان العدد اللي يظهر عندي موجب. يكون العدد عندي ايه? موجب. طيب. انا عايز افهم ان القعدة دي. يبقى لما يكون اشارات سالبة. ها? ويديك عدد فردي. يبقى معناها العدد ايه? سالب. طيب. والاشارات لو عدتها السالبة. لقيتها زوجية. يريديني عدد موجب. طب ما تيجي ناخد مسال. اهو. مسال نزل او. سالب اتنين في سالب تلاتة في سالب خمسة. وهغير اللون عشان تعرف. تشوفوا. اهو. انا هنا بقى قعدة الاشارة هنا. هيدينا ايه? ايوة. مسال عميلة اعطينا قعدة فوق بتقول لي انتبه لها. بتقول لي عدد الاشارات السالبة. هادي واحد. اتنين. تلاتة. تلاتة دي فردي ولا زوجي? لا. فردي. يبقى ازن هيظهر لي العدد بالسالب. احط سالب. واضرب اتنين في تلاتة بستة. اضرب اتنين في تلاتة بستة. وستة في خمسة كام? بسالب تلاتين. بسالب ايه? بسالب تلاتين. وحطها في كورس. ليه طلعت سالب? ليه طلع النتك سالب? لان عندي عدد الاشارات فردية. عندي واحد اتنين تلاتة. قلتلك عد الاشارات قبل ما تدرم. او ما تعدها بتعرف. المسألة دي كانت مجابة ولا كانت سالب? طيب. تعالوا نشوف المسألة بعدين. ولكن شوفوا بقى. سالب اتنين في سالب تلاتة. عندي كم اشارة سالبة? عندي اتنين. يبقى سالب في سالب يدينا ايه هنا? يدينا موجب. ما نكتبوش. اتنين في تلاتة بكام? يدينا ستة. ماذا فعلنا? نفهم من ذلك ان الاشارات السالبة لو كان عددها فردي تنزل سالبة. اما الاشارات السالبة عددها زوجي بتنزل موجب. طيب. لو انا جيت ضربة صحيف صفر. حاصل ضربة اي عدد صحيف في الصفر. هيساوي ايه يا شطار? هيساوي صفر. طيب. ما تيجي بقى نحدد في السؤال اللي بعده? يلا انتم كده فهمتوا الدرس. الجزء الاول من الدرس. حدد في ميالي ما اذا كان الناتج موجبا او سالبا او صفرا دون ايجاد الناتج. انا مش عايز ايجاد ناتج. انا عايزك تقول لي موجب ولا سالب ولا بيساوي صفر. المسألة الاولى خمسة في ثلاثة. اه. الاشارات ايه? موجب في موجب. ايوا. يبقى هنعمل هنا ايه? هنقول موجب. هنقول موجب. اكتب معي. موجب. يبقى انا اكتب هنا كلمة موجب. حلو. طيب. وعندي مسألة اللي بعديها سالب تمانية في اتناشر في سالب تسعة. قلتلك لما تكون مسألة طويلة وانا خايفة من الاشارات. اعد الاشارات. اشوفها عددها فردي ولا زوجي. يلا انا عندي واحدة. اه. اتنين. اتنين اشارات سالبة. اذا العدد ينزل ايه? ينزل موجب ايضا. ما لما يكون اعداد زوجية. لما يكون عدد الاشارات السالبة زوجي. هينزل عدد موجب. اشارة موجبة. طيب. عايزين نحدد اتنين في سالب تلاتة. اه. عندي واحدة موجب وواحدة سالب. احنا قلنا قاعدة اشارات الضر موجب في سالب في الهابي فيس. يعطيه سالبي. بقى اذا هنا العدد يطلع ايه? يطلع سالب. أكتب سالب. أهو كتبت سالب. طيب المسألة اللي بعد كده. صفر في سالب خمسة. لسه أيلة. انتبهوا. خلي بالك إن الصفر في أي عدد. يعطي إيه؟ يعطي ده. يساوي صفر. يعطي إيه شطار. يساوي صفر. تمام. أحسنتم. يلا المسألة اللي بعد كده. سالب ثلاثة في سالب خمسة في سالب واحد. بنعمل إيه يا ميسى عبيل. أيها لسه أعطيكم الانتباه دلوقتي أول ملاحظة. هنعد الإشارات السالبة. عدها واحد اتنين تلاتة. تلاتة والتلاتة عدد إيه؟ عدد فرجي. إذن الإشارة تطلع إيه؟ تطلع سالبة. يعني ممكن يجيني سؤال زي ده. أيها طبعا ده يجيه لك. ليه؟ لأنه عايز يعرف هل أنت فهمت المحرووظة اللي قالها ولا لأ. هنا بنحدد بدون إيجاد الناتج. حدد الإشارة. هيحدد الناتج. هيتلع لك موجب ولا هيتلع لك سالب؟ أحسنتم يا أولاد. يلا نشوف السؤال اللي بعد كده. اوجد ناتج ما يأتي. شوفوا السؤال بعد ده. اوجد ناتج ما يأتي. يعني هنا بتحدد الإشارة وتوجده كمان إيه؟ ناتج. تلاتة فاربعة. إشارتنا إيه يا شطار. إشارتنا موجب في موجب يحمد. يبقى تلاتة فاربعة العددين موجبين. إذن ينزل اتناشر. نكتب كام؟ نكتب اتناشر. موجب في موجب. يعطي موجب. اللي هو الهبي فيس. طيب. وعندي سالب تمانية في خمسة. أيوة سالب. ثم موجب يدينا سالب. يحط سالب. تمانية في خمسة بكام؟ تمانية في خمسة باربعين. تصبح النتيجة سالب أربعين. تصبح النتيجة كام؟ سالب أربعين. برافو عليكم. طيب. السؤال اللي بعده سالب ستة في سالب سبعة. قلنا في الهبي فيس. الإشارتين متشابهتين. وعددهم زوجي. يهو سالب في سالب. إذن يعطينا موجب. خلاص مش هكتب إشارت. ستة في سبعة بكام؟ ستة في سبعة. باتنين واربعين. أحسنتم يا ولان. يلا نشوف السؤال بعد كده. صفر في سالب سبعة. صفر في أي عدد سواء موجب أو سالب ينزل صفر. صفر في أي عدد سواء موجب أو سالب ينزل ايه؟ ينزل بصفر. أهو. تمام. طيب. عندي دلوقتي السؤال اللي جاي. سالب اتنين في سالب خمسة في سالب سالب اتنين في سالب خمسة في خمسة. آه. تعالوا نعدل هنا الإشارات. أنا عندي إشارة واحدة وهنا إشارة الثانية يبقى عندي اتنين. والاتنين سالب ايه؟ يبقى إذن عدد يطلع ايه؟ برافو يا أحمد. برافو يا محمد بيقول لي يطلع عدد موجب لأن هنا عدد الإشارات زوجي. عدد الإشارات السالبة زوجي. نضرب بقى. اتنين في خمسة بكام؟ بعشرة. عشرة في خمسة بكام؟ عشرة بخمسين. تمام. طيب. لو جيت قلت. السؤال اللي بعده. آه. سالب بره وسالب جوه. حلو. عندي سالب بره وسالب جوه. سالب في سالب. اشارتين متشابهتين. يبقى عندي هنا سالب في سالب بايه؟ بموجة. فيطلع أربعة في أربعة. يطلع بكامل نتيجة. تطلع ستاشر. عافية على أولادي. شطرية سلمة. شطرية سلمة. تعالوا نشوف اللي بعد. عايزة أتعلم خواصة عملية الضرب في صار. اتعلمتها في الجامعة وتعلمتها في الطرح. طيب. نرج اشارتين. عندي قاعدة اشارات عملية الضرب ايه؟ قلنا موجة في موجة. يعطي موجة. موجة في موجة. اهو. موجة في موجة. عشان الناس تنتبه معي في قاعدة اشارة الضرب. وعندي سالب في سالب. الاشارتين المتشابهتين. تنزل موجة. اهو. تنزل موجة. طيب. وموجة في سالب. هي سالب في موجة. يبقى نضرب. ويدينا اشارة ايه؟ ويدينا اشارة سالب. ما ننساش دي. ما ننساش دي. وممكن نجيب السالب بره. واضرب في الموجب اهي تديك سالب بس عشان تبقى قدام عينينا لحد ما نحفظ قاعدة الاشارة او نفهمها ونزبطها مع المسال عندي الخاصية الاولى خاصة الانغلاط عملية الضرب مغلقة عملية الضرب مغلقة في ايه عملية الضرب مغلقة في صاد اي ان ضرب اي ان ضرب اي عددين صحيح هو ايضا عدد ايه صحيح طيب مثال عليها ممكن نعملها انا مش فاهمة ممكن نعمل المثال ايوه يلا نشوف لو انا قلت اتنين في ثلاث اتنين موجب هاضربها في الموجب ثلاثة اهو جبتوا العددين دول من من الصاد من الاعداد الصحيحة دول عددين صحيحين ضربتهم اتنين في ثلاثة في كام بستة طب هل الستة موجود في صاد ايوه الستة موجود فين في صاد بينتمي لمن بينتمي للصاد يبقى انا هنا عملية مغلقة يعني الاعداد اللي بتطلع اللي بتظهر لي مش موجودة أيضا في العداد الصحيحة، واللي بعدها خاصية الإبداد، عملية الضربة الإبدالية في صغر، يعني لو أنا قلت 2 في 3، لو أنا قلت 2 في 3، مش هي هي، مش هي هي، اللي هي 3 في 2، آه، هي هي 3 في 2، يعني أتنين في 3، هي هي نفسها مين؟ 3 في 2، 2 في 3، 2 في 3 بكام؟ ب6، 2 في 3 ب6، آه، وهي نفسها الثلاثة في اتنين اللي هي بكام؟ بستة. إذن عملية الضربة عملية إبدالية؟ أيوة عملية إبدالية. طيب ناخد مثال على اللي جاية. الدمجة عملية الضربة دامجة في صار. أيضاً عملية الضربة دامجة في صار يعني إيه؟ يعني لو قلت اتنين في تلاتة في واحد مثلا. اتنين في تلاتة في واحد. بتصير أروح أعمل كورس أخذ الدمج مع العددين الأولين وأقول له أعمل اتنين تاني في تلاتة في واحد هما هما بس أغير محل الكورس بدل ما هو كان قداما خليه وراء. أخذ التلاتة مع الواحد مثلا. أهو وأقول له يسير. يبقى هنا عندي حركة الأقواص اللي هي بدل ما كانت في المقدمة اتنين في تلاتة. اتنين في تلاتة بستة. ستة في واحد بيكام؟ بستة. تمام. طيب هنا هطلق الاتنين واضرب تلاتة في واحد. تلاتة في واحد بيكام؟ بثلات. و 3 في 2 بطلعها بره الكوست بقام ب 6 يبقى عملية الدمج موجودة في الضرب أيضا تمام عندي عملية المحايد الضربي اللي هو الواحد المحايد الضربي وهو الواحد هو المحايد الضربي في الصد 6 في 1 يبقى المحايد الضربي لو أنا كتبت 5 5 في 1 بتساوي كام بالساوي خمس لو كتبت ستة في واحد بتديني كام ستة مليون في واحد تديني ايه المليون طيب عندي خاصية التوزيع يقصد بها توزيع عملية الضرب على الجم وعملية الطرح ثم ايجاد الناتج زي مين زي مثلا لو انا كتبت هنا اتنين هضربها فيه وافتح كورس وقول تلاتة ها زائد واحد زائد ايه واحد عايزين هنا نوزع توزيع هوزع الضرب على الجم يبقى هقول له اتنين هضرب الاتنين في التلات وبعدين هضرب الاتنين في الواحد وبينهم جم اتنين في تلاتة بكام بستة واعمل الزائد في الواسط اتنين في واحد بكام باتنين تطلع ستة واتنين كام تطلع ستة واتنين تماني ونفس الشي لو عملتها في الطرح دي اسمها خاصية التوزيع يبقى خواص عملية الضرب خمس خواص الانغلاق موجودة وهي عملية ضرب مغلاقة في صد والابدال ايضا موجود في صد الدمجة. عملية الضربة دمجة في صد. عملية المحايدة الضربة موجودة في صد. التوزيع متحقق أيضا في صد سواء في عملية الجامع أو في عملية الطرف. طيب تعالوا نشوف سؤال. اهو. اوجد ناتج ناية. صفر في سالب عشرة. صفر في سالب عشرة. بكم؟ ايوة صفر في سالب عشرة. صفر في أي شيء يدينا ايه؟ يدينا صفر. احسنتم. طيب السؤال اللي بعن. مطلق سالب الاربعة في سالب خمسة. اولا نحل اللي بداخل المطلق. اللي بداخل المطلق ي يطلع بكام؟ برافو. يطلع بأربعة. من ننساش ده الدرس الأول في الترمي الثاني. يبقى أربعة. أربعة بالموجب. انضربت في سالب خمسة. هنا في اختلاف إشارات. في اختلاف الإشارات هننزل إيه؟ هننزل سالب. أربعة في خمسة بكام يا شطار؟ أربعة في خمسة بعشرين. أربعة في خمسة بعشرين. وأحطها في إيه؟ في كوس. أحطها في كوس. وهغير اللون عشان بس تشوفوه. أهو. هعمل الكوس بتاعي. أهو. هدي كده يبقى سالب كام؟ سالب بعشرين. يبقى أربعة في خمسة بكام؟ بعشرين. والإشارة. والإشارة سالبة بتاعة الخمسة. يبقى سالب إيه؟ سالب عشرين. تمام. طيب. في سؤال كمان. مطلق سالب سبعة في مطلق اتنين. مطلق سالب بيطلع على طول الموجب. يبقى أنا هكتب هنا كام؟ هكتب هنا سبعة. طيب. ومطلق اللي اتنين بيطلع أيضا اتنين موجب. بيطلع موجب على طول. سبعة في اتنين بكام؟ سبعة في اتنين باربعتاشر. يبقى إشارة موجب يبقى سبعة في اتنين بكام باربعتاشر. طب اللي بعده سالب ثلاثة في سالب وسالب ستة. يبقى على طول نشوف السالب اللي برو يا الكوسي الأول. نعد الإشارات بتاعتنا زي ما قلنا. وشي احنا لسه عاملين دلوقتي واخدين ملحوظة ان احنا بنعد الإشارات بتاعتنا. اه ادي واحدة اتنين تلاتة وبينهم عملية الضر. يبقى ايزا تلاتة وهي عدد ايه? عدد فردي برو يا محمد سمعيك. عدد فردي بأيزا ان العدد ينزل لي ايه? ينزل لي بإشارة سالبة. احط سالب وثلاثة في ستة بكام? وثلاثة في ستة بتامنتاشر. نحطها فيه كورس عشان نحفظ الإشارة. اهي سالب تامنتاشر. هنقول تاني عدنا لإيه? الإشارات السالبة. عدها لو لقيتها فردية تنزل سالبة. لو لقيتها زوجية تنزل موجبة. عدنا سالب 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 تلاتة. ويبقى احنا هنا عندنا الإشارة تطلح سالبة. يبقى ثلاثة في ستة بتامنتاشر. السؤال اللي بعده صفر في تمانية. ها بيدينا ايه? يدينا صفر. يدينا ايه? صفر. صفر في تمانية يدينا صفر لان احنا قلناها برضو من ضمن الملحوظات اللي بتدينا بيها حستنا النهاردة. طيب عندي كمان النهاردة هناخد قسمة الاعداد الصحيح. قسمة الاعداد الايه الصحيح? احنا كده اتكلمنا عن الضرب. وقسمة الاعداد الصحيحة قريبة جدا من عملية الضرب. نفس الإشارة. تعالوا نشوفها واحنا من الكلب. عمية القسمة ليست دائمة ممكنة في صار. ايوة احنا في الضرب قلنا كل حاجة ممكنة اللي هي الخواصة بتاعتها. اما ما جينا في القسمة طبعا لما تقول ستة على تلاتة. غير لما تقول تلاتة على ستة. تلاتة على ستة غير ممكنة. لكن ستة على تلاتة فيها الكام. ستة على تلاتة فيها الكنين. لما تجي تقسم تلاتة على ستة. لا مش موجودة طبعا في ايه؟ في الاعداد الصحيح. طيب عندي دلوقتي قاعدة اشارات عند القسمة في صار. هتكون بنفس قاعدة الاشارات الموجودة في عملية الضرب. اذا كانت الاشارات متشابهة فيكون الناتج موجبا. ده الكلام اللي قلناه في الضرب هنقوله كمان فين؟ في الاسمة. في الاسمة هنقول موجب. ده ان كقسيم موجب او موجب على موجب يدينا موجب. وسالب على سالب يدينا موجب. ولما بتختلف الاشارات فيكون الناتج سالبا. موجب على سالب يدينا سالب. سالب على موجب يدينا سالب. طيب ايه اللي احنا حفظناه؟ حفظنا الهابي فيس خاصة بدرسين اللي هو الضرب والقسمة. قلنا موجب فوق موجب. تقسيم موجب يعطينا موجب. اهو فوق تفضل لعنين مفتوحة. طيب لما نقول سالب سالب مع سالب يدينا الوجه اللي هو الهابي فيس. يبقى معناها انه يدينا اشارة موجب. سالب مع سالب يدينا موجب. طيب هنختلف بقى الاشارتين هتختلف موجب. اقسمها على السالب هتدينا سالب. والسالب هقسمه على الموجب يدينا ايضا سالب. يبقى عند التشابه في الهابي فيس. اللي بقى نقول العيون بتكون مفتوحة وبتضحك. اذا موجب مع موجب يبقى بيدي موجب. سالب مع سالب الفم بيتحك يبقى بيدينا موجب. نقول بقى لما بنختلف موجب مع السالب على سالب يدينا سالب. سالب على موجب يدينا سالب. تمام؟ تعالوا نشوفه نكمل. حدد فيما يلي. اذا كان الناتج موجب او سالب او بيساوي صف في عملية القسمة. سؤال شبيه بسؤال الضل ولكنه هنا الوقت عملية ايه؟ عملية القسمة بدون ايجاد الناتج. دون ايجاد الناتج تعالوا بقى نشوف سالب 25 على 5. انا شايفة فيه شارة سالبة اختلفوا يبقى سالب على موجب. هيدينا الناتج ايه؟ سالب واكتب له سالب اهو. كده العدد بقى سالب اللي هيطلعي. طيب المسألة التانية 144 على 12. الاشارات هنا ايه يا شطار؟ الاشارات هنا موجبة. 144 على 12 يبقى هنا هادينا العدد ايه؟ يدينا العدد موجب. يدينا العدد موجب اهو اكتب موجب حلو قوي جميل. طيب ايه كمان عندي السالب 15 على 3 هنا اختلفوا السالب على 3 السالب على موجب. يبقى ايزا هادينا العدد اللي هيظهر لي سالب اكتب سالب. طيب اعطيتك مسألة كمان وقلتلك صفرة على سالب 15 هيطلع بايه يا شاطر؟ هيطلع بصفر اي شيء فيه صفر على الخمستاشر سواء موجب او سالب هيدينا صفر. طيب لو جيت قلتلك مطلق سالب 40 على سالب 8. ايوه نقف هنا شوية. لازم المطلق يتحل. المطلق يتحل يعني ايزا يطلع ب40. يلا ركز بقى. هادينا عدتك 40. مطلق السالب يطلع بإشارة موجب 40. 40 على سالب 8. اه يعني عندي موجب وعندي سالب. اذا العدد الناتج لابد ان يكون سالب. احسنت يا سلمة بغفو عليك. حلو يا عبد الرحمن. ممتاز. يبقى هنا بيقول لي حدد الناتج موجب او سالب او صف دون استخدام او ايجاد الناتج. ها كده تمام. احسنتم يا ولاد. ندخل على السؤال او المفهوم اللي بعده خواص عملية القسمة. في صوت. احنا خدنا في الضغط ان عملية الانغلاق ممكنة وعملية الابدال ممكنة وعملية خاصية العنصر محادي ممكنة والتوزيع ممكنة والدمج ممكن. تعالوا نشوف بقى بالنسبة لعملية القسمة. عملية القسمة الانغلاق ليست مغلاقة في صوت. لسا قيلين. لما نقول 6 على 3 فيها كام؟ فيها الاتنين. والاتنين عدد صحيح ينتمي لمن؟ ينتمي للصوت. صحيح كده؟ دي عملية مغلاقة. طيب تعال بقى نعمل ايه؟ 3 تعال نعكس. لو قلنا 3 على 6. ها 3 على 6. هيدينينا كسر اللي هو نص. صحيح كده؟ هل النص ينتمي للصوت؟ هل النص ينتمي للصوت؟ لا. النص لا ينتم استطفى بالتالي لعدد اللي ظهر أو الكاسر اللي ظهر غير موجود فين في الصد أو غير ممكن في الصد. يبقى الانغلاق غير متحقق. طيب بالنسبة للإبدال لسه عاملنها هو برضو الإبدال هل عملت القسمة إبدالية؟ لا عملت القسمة ليست إبدالية يبقى ليست مغلقة ركز وليست إبدالية. طيب عندي بقى بالنسبة للدمج. عملت القسمة ليست دمجة في صد. يبقى أنا عندي كام خاصية أصلا كلهم كده يبقى إيه ليست ليست مغلقة وليست إبدالية وليست دامجة أما كل خاص متحققها فين متحققها في عملية الجمع تمام تعالوا بقى نحل مسائل اختل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين اختل الإجابة الصحيحة مما بين القوسين طيب تعالوا نشوف تلاتة تلاتة في مطلق سالب تلاتة آه تعالوا بقى نحل بقى على مهلين الإجابات اللي نزلالي بيقول لك صفر أو واحد أو سالب تلاتة أو تسعة أولا هنروح نطلع المطلق السالم من تحت المطلق حلها ليتطلع بكام تعالوا نعملها بس باللون الأحمر أغير اللون مطلق السالب تلاتة هيديني تلاتة صح يا محمد صح يا عبد الرحمن نضرب تلاتة في تلاتة في كام يبقى الاختيار بتاعي كام يا شطار الاختيار بتاعي هيطلع تسعة أحسنتم ممتازين مسألة اللي عليها الدور تمانية واربعين على سالب تماني تمانية واربعين على سالب تمانية ونزلت لك الاختيارات بتاعتك أهو الإشارات هنا إيه الإشارات هنا أخلي بيقي المسألة لك أددحم مسألة التانية قدọi أسم الإشارات اختلفت واحد موجب واحد صحيح موجب واحد صحيح سالب هنا بقى نعمل ايه اختلاف يبقى إذا الإشارة لازم تنزلي ايه تنزلي بالسالب تمانية واربعين على الثمانية بجدول الضرب من اللي نضرب في تمانية يديك تمانية واربعين. برافو. يبقى سالب ستة. يبقى انا هختار مين يا شطار سالب ستة. برافو عليكم. احسنتم.orenос습니다. اللي بعد كده. مطلق سالب ستة وتلاتين على مطلق اربعة. مطلق سالب ستة وتلاتين على مطلق اربعة. ماذا يحدث ايوان? النتائج اللي هي تنزلي اهي? ونركز. لازم نحل اللي ج瓜 المطلق الاول. اللي ج هو المطلق سالب ستة وتلاتين. يدديك كام? لازم تطلعها من تحت المطلق بالموجب 36 على مطلق الاربع يطلع بكام ادي اربع واصبح الان عددين صحيين موجبين عددين صحيين موجبين اذا يعطيني عدد موجب 36 على الاربع تديك كام تديك تسعة يبقى اذا الاختيار بتاعي هختار مين بقى هنا هختار التسعة اه هختار التسعة احنا عملنا ايه هنا عملنا ان احنا فكنا اللي لازم نفك اللي هو اللي تحت المطلق اللي هو الإشارة السالبة أو الإشارة المجابة لازم نحلها الأول. وبناء عليه نعمل عملية الضرب. كانت المسألة الأولى ضرب قلنا مجب في مجب راح أطانيه مجب تسعة. والعدد التاني أو النتيجة التانية أو المسألة التانية 48 عدد مجب هقسمه على سالب 8 هنا في اختلاف في الإشارات. إذن لما اختلفت الإشارات في القسمة ينزل العدد سالب. 48 على الثمانية حلتها طلع بسالب 6. تمام? سالب 36 مطلق على مطلق الأربع. ماذا نفعل؟ يبقى مطلق السالب 36 يخرج بالستة وتلاتين. مطلق الأربع يطلع بأربع. إذن عددين بهم صحيحين مجبين. قسمة عدد صحيح مجب على عدد صحيح مجب يدينا عدد صحيح مجب وهو التسعة. كده تمام? أحسنتم. عافية على أولادي. يلا بينا نروح نشوف السؤال اللي عليه الدور. اوجد ناتج ماياتي. 24 على سالب 3. على مهلكم انتم تحلوا معين. عايز 24 على سالب 3. لما اجح الله هقول عدد مجب على عدد سالب. اختلاف الإشارات يعمل ايه? اختلاف الإشارات يدينا إشارة سالبة الأول. اهي. نقول 24 على الثلاثة فيها الكام? فيها الثمانية. يلا حبيبي. اهو. ونقفل الكورس على السالب عشان نحفظه عشان ما يتغيرش قيمته. طيب. ايه كمان? عند المسألة بتقول سالب مطلق سالب أربع على اثنين. اعمل ايه? اولا نهل المطلق. المطلق اللي منداخل بالسالب. هيخرج بالايه? هيخرج بالموجب أربع. اما خرج بره بربع. مين اللي هيبقى فيه بره? هيبقى فيه اشارة ايه? في اشارة سالب. اذا السالب هتنضم للأربع وتصبح سالب أربع. تطلع على كام? سالب أربع. تاني. مطلق سالب أربع. يخرج بره. نحلها. اللي يطلع من تحت المطلق يطلع بايه? يطلع بالموجب. يلاقي سالب بره يتخبط فيه. يتحط جنبه. يبقى سالب أربع. سالب أربع على اثنين. عدد صحيح سالب وعدد صحيح موجب. اذا هنا فيه اختلاف في الاشارة. فينزل العدد او يخرج العدد بتاعنا الناتج يبقى بالسالب. أربع على اثنين فيها الكام? فيها الاثنين. ونحفظ الاشارة داخل كورس يبقى سالب اثنين. ها كده تمام? تمام. طيب تعالوا بقى نشوف. سفر على مطلق سالب تمانية. سفر على مطلق سالب تمانية برضو بنحل المطلق. مطلق سالب تمانية. يطلع بكام يا ولاد من المطلق? يطلع بتمانية. برافو. وصفر على التمانية يظهر بكم? ايوة. احنا قلنا الصفر على اي عدد موجب او سالب يظهر بصفر. يطلع بايه? بصفر. ها. تمام كده؟ طيب. سيا تعال ننشوف بقى اللي بعدية سالب ستة وتلاتين على السالب ستة يا أولادي يا شطار. سالب ستة وتلاتين على سالب ستة. أيوا مركزين أهو بغافوا عليكم. اللي أولاد بقولول يا ميسر ده انت تعطينا عددين سالبين. يبقى يطلع عدد موجب. أهو. لو عدينا الإشارات. أهو سالبة. واحد اتنين. يبقى هنا العدات الزوجية. الإشارات الزوجية. إذن العدد يطلع موجب. طيب يبقى 36 ده سالب 36 يبقى هنا على السالب 6. يبقى نعمل إيه الإشارات. سالب مع سالب يدي موجب. يعني معناها أنها مشت خلاص. السالب مع السالب مشت خلاص. 36 على الستة فيها الكام. 36 على الستة فيها الستة. عافي على أولادي. عبد الرحمن بيقول لي مسألة كمان ودي المسألة نزلت 72 على 12. 72 على 12 عددين صحيحين موجبين ولا سالبين؟ لا موجبين. العددين الصحيحين موجبين يبقى يدي عدد موجب. 72 على 12. إذا تدينا كام? 72 على 12. من في 12 يديك الـ 72؟ برافو. يدينا 6. 6 في 12 بكام? 72. اوجد قيمة سيم في كل حالة مما ياتي. أعطينا معادلة زي دي المرة اللي فاتت فالنهاردة بقرارها تاني لأن عليكم بيقول لك اوجد قيمة سيم في كل حالة مما ياتي. 5 في سيم بتساوي 45. 5 في سيم بتساوي 45. يعني عايزين قيمة سيم. عايزين نتخلص من العدد اللي جنب السيم. طيب العدد اللي نتخلص من جنب السيم عملية إيه اللي في الوسط؟ عملية الضرب. إذن هقسم الطرفين بقسمة الطرفين على خمسة. يعني يا ميس يعني هروح هقول هنا هنقسم خمسة على خمسة مش هيعملة الضرب. لا أنا هحولها الاسمة. ده أنا هحولها على إيه؟ نحولها بالاسمة. هعملها بإيه؟ بالاسمة. أكتب. هعملها تاني. بين خمسة في سيم بتساوي خمسة واربعين. هقول خمسة في السين. أهي. بتساوي خمسة واربعين. ورح أقول له أحول عملية الضربة لإسم الطرفين. هنا مضربة في السين. يبقى إي LISA هتخلص منها هعمل إيه؟ هقسم على خمسة نحية اليمن؟ وهروح هقسم النحية الشي axis ثماني أنا بعمل ميزام في المعادلة. وأقسم أيضا على خمسة. المعقوس الضربة بتاع الخمسة. أقسمت على خمسة. يبقى خمسة على خمسة فيها الواحد. خمسة على خمسة فيها الواحد. من اللي تبقى؟ لوحد في السين. هتظهر السين تساوي. يبقى السين بتساوي كام؟ هنقسم خمسة واتبعين على خمسة فيها الكام؟ فيها التسعة. تاني. تاني. عشان الناس تفهم معي. يبقى أنا هنا لما ألاقي معادلة زي دي وعايز قيمة السين بقوله هعمل الحل بالعملية العكسية. هعمل الحل بتاعي بالعملية الايه؟ العكسية. دعالوا نعملها تاني. عشان فيه ناس بتنسى ومش عادفها هتعمل ايه. أنا دلوقتي مين اللي مضوف في السين؟ مضوف فيها خمسة. تمام؟ طيب. يبقى أنا هجيب لها العملية العكسية بتاعتها. العملية العكسية بتاعتها ازاي؟ يعني خمسة في السين. هقول له خمسة في تاني في سين. هي العملية العكسية بتاعته الضرب. عملية اسمها. يبقى أنا هكتب خمسة في السين بخمسة ورجعين. أحول عملية الضرب لعملية ايه؟ اسمها. هقسم على مين؟ على المجاور للسين. من المجاور للسين؟ اللي الخمسة أقسم خمسة على الخمسة في الناحية لمين؟ وبنفس الطريقة هقسم من نحية للشمال على خمسة عشان يبقى عملت موازنة بين الطرفين هتخلص خمسة مع خمسة اهو اغير اللون عشان الناس تفهم معي اغير اللون خمسة على الخمسة خمسة على الخمسة فيها الكام فيها الواحد واحد في سين بكام ايوة واحد في سين بسين اهي ادي السين بقى تفطرف لوحدها زي ما انا عايزها لانه عايز قيمة السين بروحها لوحدها يبقى السين بتساوي خمسة واربعين على الخمسة بقى بجدولة ضرب فيها الكام فيها التسعة تصبح السين بتساوي كامل شطار تصبح السين تساوي تسع. أنا كده حلية المعادلة طيب. في معادلة تاني? آه تعال بقى. أنا دلوقتي عملتلك معادلة بالضرب. تعال نشوف المعادلة التانية ونلاقي فيها فيها عملية إيه? فيها الإشارة سالبة. طيب. أنا دلوقتي لما أجل أكتبها راح أقول له هي سالب ثلاثة. سالب ثلاثة في سين بتساوي 27. سالب ثلاثة في سين بتساوي 27. هننزل هتاني ايه? سالب ثلاثة. وهضربها عملية الضرب في الوسطة ايه? وعملية الضرب عكسها عملية الايه? عملية الاسمة. هنا 27. عايزة أخلي سين لوحدها في طرف. إذن هحولها أقسمها على كام? هقسمها على المعكوس أو أعجب لها العملية العكسية. يبقى أنا هقسم على العملية العكسية هقسمها على نفس رقمها. يبقى سالب ثلاثة هقسم على سالب ثلاثة. والنحية التانية أروح أقسم أيضا على سالب ثلاثة. أنا عملت إيه في الطرفين؟ ضفت للطرفين سالب ثلاثة بالإسمة. جبت العملية العكسية لعملية الضرب علشان أتخلص من اللي جنب السين. سالب ثلاثة بنفس الإشارة على فكرة ما يفعش في الموجة. يبقى أنا سالب ثلاثة هتروح مع السالب ثلاثة فيها الواحد. هي سالب مع سالب واحد خلص سالب مع سالب راحة يبقى تاتة على التاتة فيها الواحد. اتبقى لي مين في الطرف الأيمن؟ اتبقى لي سين في الطرف الأيمن. هقول يا سيم اسميلي 27 على سالب 3. يعني عندي إشارة 27 بالمورة على سالب 3. يبقى فيها سالب 9. لأن 3 في 9 27. ونزلت بالسالب عشان إحنا هنا اسمين على سالب 3. فبالتالي الإشارة بتاعتي تبقى كام? يبقى السيم بتساوي كام? بتساوي سالب 9. بتساوي سالب ايه? 9. بتساوي سالب 9. تمام? ندخل على السؤال بعده. عرفتوا قيمة سيم بنجيبها إزاي? في المعادلة بجيب العملية العكسية لعملية الضرب. أقسم الطرفين العملية العكسية هي الإسمة. للطرفين على نفس العدد ونفس الإشارة. تمام? ندخل على السؤال اللي بعده. اوجد ناتج ما يلي باستخدام خواص الضرب. خواص الضرب احنا خدناها اللي هي خاصية الإبدال. خلي بالك دي ما سؤال على الضرب. خدنا الإبدال والدمج والتوزيع والانجلاق وكل. طيب. سالب 4 في 4 زائد سالب 1. أولا لو احنا لاحظنا السالب 4 هنا عملية الضرب. وبعدين بالداخل فيه ايه؟ فيه جمع. يبقى انا هوزع الضرب على الجمع. هضرب سالب 4 في 4 وبعدين هجمع عليهم سالب 4 في سالب 1. يلا نحلها. سالب 4 في 4 يبقى معناها يبقى سالب 4 اهو بالإشارة بتاعتنا في 4. اهو ضربت السالب 4 ووزحت الاولى سالب 4 في 4. واللي بينهم زائد. اقول سالب 4 في كم؟ في سالب 1 يبقى السالب 4. اهو وقادي الخوص بتاعها فيه سالب 1 وقادي القوص بتاعها طولوا شوية. فيه سالب ايه؟ فيه سالب 1. بيساوي. طيب وبعدين يلا سالب 4 في 4 اضرب. سالب 4 في 4 الموجب في السالب يدينا اشارة سالبة. 4 في 4 بكم؟ في 16. يقول الإشارة ايه؟ الإشارة سالبة يبقى سالب 16 في القوص. هنا زائد. اهو. والسالب 4 في سالب 1 سالب في سالب يعتموه. واربعة في واحد يدينا ايه؟ يدينا 4. تمام كده؟ يلا بينا بقى هنجمع. اهو سالب 16 زائد 4. اتعلمنا قاعدة إشارات الجم. لما يكون عددين مختلفين واحد إشارة سالبة وواحد إشارة مجابة بنطرح وناخد إشارة كبير. فاكرين؟ ها ناخد إشارة مين الكبير؟ نطرح وناخد إشارة كبير. ليه؟ لأنه مختلفوا. الإشارتين مختلفتين. يبقى ساعتها وقلت لك نطرح وناخد إشارة كبير. يطرح 16 منها 4. يبقى يدينا 12. إشارة كبير كام؟ إشارة كبير إيه؟ سالب. يبقى النتيجة بتاعتها تطلع بسالب 12. سالب 3 في سالب 5 زائد 9. يبقى هنوزع السالب 3 أضربها في سالب 5. وبعدين هنجمع عليها سالب 3 في 9. بنفس الطريقة. سالب 3. شاطر برافو. أنا شايفكم سابقني في الكتابة. كلكم تكتبوا. ما شاء الله. في سالب 5. أهو سالب 5. وقفل القوص بتاعي. وقل له هنا العملية زائد سالب 3. نوزع ها على الجامع اللي هناك. سالب 3 في 9. أضرب سالب 3 في قوص. أهو. سالب 3 واضربها في التسعة. وطلع النتيجة. يلا نشوف النتيجة. هاضرب سالب في السالب. يدي موجة بتلاتة في خمسة. بكم؟ بخمستاشر برافو عليكم. حلوة يا سمع. زائد سالب 3 في 9. يبقى هنا الإشارات اختلفت. سالب 3. هاضربها في 9 بالموجة. بيبقى إدي إشارة سالبة. يبقى 3 في 9. كام؟ بـ 27. بـ 27. وقفل القوص بتاعي. هنا بقى تحولت المسألة إلى مسألة إيه؟ إلى مسألة جمع. إلى مسألة إيه جمع؟ والإشارات مختلفة. والإشارات مختلفة. يبقى معناها هطرح وأخذ إشارة الكبير. أطرح وأخذ إشارة الإيه؟ الكبير. 15 وسالب 27. يبقى إيه؟ يبقى هنقول سالب واطرح 7 من 5 2. ودي 1. يبقى تطلع كام؟ 1. 2. 1. 1. 1. يبقى تطلع بسالب 12. كمام؟ أحسنتم. تعالوا نشوف السؤال بعد كده. السؤال بعد كده يوجد ناتج ما يأتي سالب 42 على 7 في 3. يوجد ناتج. يبقى إحنا نحل الأولى اللي عملت القسم الأول. هنقول سالب 42. هنقسمها على 7. هنقسم دي على دي. فيها كام؟ لما جا حل لها أقوله يبقى هنا الإشارات مختلفة. يبقى تنزل إشارة سالبة. 42 على 7 فيها الكام؟ فيها 6. يبقى فيها الكام؟ سالب 6. هضربها في مين؟ هضربها في 3. سالب 6 في 3. أيوة. يبقى الإشارات مختلفة. تنزل الإشارة سالبة وهي عدد فردي أيضا. يبقى 6 في 3. عدد الإشارات يعني فردية. فبالتالي سالبة تنزل. 6 في 3. كام؟ بـ 18. هتطلع بسالب 18. بنعمل ايه؟ أفك عملية الإسم الأول. سالب 42. 40. أقسم الأول. أقسم العملية دي الأول. أهيه. يبقى أقسم الأول. اللي هي سالب 42 على الستة. على السبعة تطلع بسالب 6. هضربها فيه الثلاثة تدينا سالب 18. أحسنتم. طيب السؤال اللي بعد كده 45 على الثلاثة ناقص سالب 6. يبقى هنعمل ايه؟ يبقى الأول. هقول الثلاثة. الخمسة واربعين دي هتنزل زي ما هي. ما هاجيش جنبها. ليه؟ لأن لسه عايزيني يفكر لداخل القرص. تلاتة ناقص سالب 6. التلاتة. والناقص هتتحول إلى زائد. أجيب لها المعكوس الجمعي. يبقى دي زائد. تمام؟ والسالب 6 هتطلع بكام؟ هتطلع بستة. دي قعدة الترح. يبقى تلتة وستة تسعة. يبقى هاسم 45 على التسعة. 45 على التسعة فيها كم يا شطار؟ فيها الخمسة. برافو يا أحمد. حلو يا عبد الرحمن. طيب نشوف المسألة بعد كده. سبعة فيه سالب 27 على التسعة. أول حاجة. السبعة تفضل زي ما هي الأولانية دي. وبعدين نفق اللي داخل القرص. نفق دي الأول. العملة دي الأول. السالب 27. هنا العدد بالسالب. وهنا العدد بالموجب. إذن هنضرب في كام؟ معلش هنضرب في كام؟ هنضرب فيه سالب سالب 27 تقسيم التسعة. تدي سالب ثلاثة. لأن إحنا لما نقسم لشارتين مختلفتين هيديني أشارة سالبة. واضرب بقى السبعة في سالب ثلاثة. عند الضرب والإشارات المختلفة تنزل الإشارة سالبة. سبعة في ثلاثة في كام؟ بواحد وعشرين. يبقى تصبح النتيجة سالب واحد وعشرين. طيب. هنا اتعلمنا إيه؟ اتعلمنا أن إحنا نعمل عملية الضرب وعملية القسمة بأولا على حسب التلتيب اللي موجود إلى نهاية حصتنا اليوم. تعلمنا فيها ضرب وقسمة الأعداد الصحيحة وخواصة كل عملية على أمل لقاء في حركة قادمة إن شاء الله. كان معكم الأستاذ عبيد حسني معلمة الرديات ومدربة النظام الجديد ومدربة الإدارة الحديثة وسفيرة التغيير بمحافظة بني سويف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.